السلام عليكم ازيكم عميلة للأخبار الحلقة دي معانا بسموها الكريمة بقى بتاعة الحلقات احنا عايزين بقى ناخد التول اللي هي بتلم اكتر من فكرة في نفس المكان وبتصبورت افكار زي اللي كان منعب كده عليها في التاميش احنا عايزين بقى ناخدنا معانا هي ميكروسوفت 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 مي نضع نسيك فأنا هترك الطاولة لأخونا كريم وهميوت نفسي وإحكي لنا إيه بقى موضوع فابريك ده شكرا نسيك تمام طبعا إحنا الحلالة اللي فاتت حاولنا نكوفر الاناليتيكس او اناليتيكس او اناليتيكال شرفيسز في ايجر نعتبر بقى الحياة قبل فابريك حاجة اللي هي في ايجر وبعد فابريك حاجة هو فابريك ده كأنه سيبرت كلاود ماشي طبعا انا معرفش ما بيفسروا ازاي احنا قلنا من الاول ان احنا we are sharing our opinions حتى المرة في احنا كلمنا على edx انا كنت excited جدا على edx لان بحبوا my opinion طبعا الناس كلها عندها different opinions انا وش هلاقها بالشاركة وش هلاقها وش هغال فين اوش هلاقها باي حاجة ولكن كان opinion نفس الفكرة هنا my opinion انه هو فابريك ده كأنه كلاود تاني صغير كده على جنب الاناليتيكس والصورة دي انا اعملها طبعا باين جدا ان هي AI generated ده لي 3 نفسي يعملوها تي شيرت طبعا نفسي يعملو تي شيرت كده fabric your own destiny في واحد زميلي ما ينسيب الخير يعني لو بيشوف الحلقة هي انبسط جدا قبل بقي فيه fabric ده وقبل اصلا فكرة دي تار fabric وكلمة fabric دي اصلا ما تظهر في الوسط كنت بشتغل معاه وكان عنده كلمة كده بحبها جدا كان يجي يقول لي احنا محتاجين نعرف الكستمر ده عايز يشتري جاهز ولا عايز يخيط بمكانته. سبحان الله. والله العظيم كان بيقولها لي كده. وده بالزبط تفسير الفابريك. عايز تشتري جاهز ولا عايز تخيط بمكانتك. فابريك ده دي المكنة. خيط بقى. فعشان كده فابريك your own destiny. يعني انت انا هتدي لك بلاتفورم عشان كده احنا اتكلمنا. لم بدأنا الكلام خالص على مكتب تسكندرية عشان نعرف كلمة بلاتفورم. ان بلاتفورم دي مش مش حاجة جاهزة. مش حديك حاجة جاهزة. يعني مش هتدخل لي ديتها من هنا. هتطلالك الانيتكس من هنا. انا هتدي لك الوبشنز. هتدي لك البلاتفورم اللي فيها تعمل كده. وتعمل كده. وتعمل كده. وتعمل كده. وتعمل كده. بس مين اللي هيعمل انت اللي هتعمل. يعني كيوزر يعني. ففابريك is a بلاتفورم. زي ماينا ده اللي بتسيب الخير. دي مكنة خياطة. دي انا بديك مكنة عشان تخيط بقى. تمام? فعجبتني. ده انا نعملها كده كصورة. فابريك you own destiny. تمام. اه ده قريبا انا كنت اعمل حساب ان احنا نتكلم على الحتة بتاعت المكتبة دي. احنا يعني بدأنا السلسلة دي. من اولها بمكتب اسكندرية تلتمية قبل ميلاد صح? فضلنا نمشي 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 في السنين. اه ان شاء الله وزي ما قال مصطفى كده. احنا حنعرف بقى النهارده ايه الكلام على ايه? احنا اليومين دول بنتكلم فيه. وطبعا لا يخفى على احد الكلام على ايه اليومين دول. اي حد ما عد في الشارع بنتكلم بنتكلم على ايه? على الجيني او ايه. ده بقى الجديد اللي ايه? للساحر اللي بيعمل كل حاجة وحاجة ما حصلتش الريفولوشن الجديدة في الدومين بتاعنا بتاع التكنولوجيا. تشوف ايجورنال اي وبسايت مثل tech crunch economist . medios اليومزوي وتكلم على ال EI والجيني ايه. تمام؟ احنا مش هنتكلم عن ال II. قم بيتكلم احنا نقول سهلا. احنا هنقول ايه? احنا هنقول دي. هنقول يا جماعة. يعني ناخد كده نفسنا عشان اللي هيجري على الاي اي قبل ما يكون عنده very solid data platform. يهزف. تمام? الاي اي ده عايز data. هو ده البنزين بتاعه. هو عايز يشوف data. عايز يشوف patterns. عايز يتعلم من الحاجات بتاعتك. contextual. عشان يدي لك الحاجات الاكري. احنا محتاجين. لما شوفنا الاي اي دي. نجيت اكسايتد. بس نركز ان احنا نقفل بقى كلام على الديتا ونتأكد ان احنا في التمام قوي 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 منه قبل ما نخش على الاي اي. خلاص? طبعا كل الناس بتتكلم في الكلمة دي يعني. data is the fuel that powers the AI. اعتقد واحد دكتور هنا في ايو كي هو اللي كان قال الحاجة زي دي. data is the fuel of that powers the AI and the economy حاجة كده اي. اه حنرجع تاني للسلايد الفضالة بالنسبة لنا. اللي فيها مفهاش حاجة. اللي فيها فوق دي. اللي فيها مفهاش services. فيها conceptual building blocks بتاعت ال data platform صح? متفعنا عليها وشوفنا examples عليها روحنا وجينا ورجعنا تاني عليها. اه. اه. ليه بنحطها دلوقتي? عشان نقول حاجة مهمة. عشان نقول ان احنا عشان نبني البلاتفورم دي. اللي انتو شايفينها من الشمال اللي يمين فيها input وoutput. في النص فيه components. تقريبا ما ينفعش نضحي بحاجة بين دول. احنا قلنا فيه كابة اه ونقدر نضحي بالباتش بس غالبا صعب ولي محتاجين الباتش at some point. فاحنا تقريبا محتاجين دول. وغالبا انا مش فاهم ليه كل مرة بتقعد تقول لي as a user pick up وليجو بلوكس. هاتلي بقى هتستعمل ايه في الانجشن? هتستعمل ايه في الريل تايم? هتستعمل ايه في الريل تايم? هتستعمل ايه في الني الريل تايم? وفي الباتش? لم ده على ده? وهتعمل ايه بقى hot storage? وايه cold storage? وايه ومحتاجينهم يعني بالقلية الاول اللي اربعة دول مع بعض. اللي هما ingestion, processing, hot storage, cold storage, serving. اربعة components. يا ريك لو حد يلمهم لي كده ويقول لي خد البلاتفورم جاهزة هي. خد الماكنة الخياطة. شاعد بقى انا جيب اركب بقى الماكنة كل شوية. تمام? دي بقى فكرة fabric. in my opinion. تمام? فكرة fabric ان احنا جماعة واحنا ليه? لازم نقعد ندسايد على كل مربع في ال building blocks ده. واقعد بقى جيب بقى من هنا وجيب من هنا واحنا اينتجريت ده مع ده وهكذا. ما تلمني ليه يا جماعة الليلة دي كلها بحاجة واحدة واستعملها انا بقى في السخان والدنيا يعني pre integrated. معودش انا بقى invest too much time blooming بقى بين integration بين حاجات انا بقى عمال افكر فيها واختار ده ولا اختار ده ولا اختار ده. وخصوص ان احنا شفنا already السيرفزيز اللي في مايكروسوفت مجدداً اللي هي لتستخدمة يعني الـ Usability بتاعتها عالية سهلة نشوف اللي احنا شفناه في الحلقة اللي فاتت اللي هو الـ End-to-End Analytics اللي كان فيه كذا flavor منهم Synapse منهم Databricks وناخد نفس الحاجات دي تابريك ما جابش حاجة جديدة هو جاب نفس السيرفزيز الموجودة بدل ما كانت فيها شوية SaaS أو Serverless وشوية Platform as a Service ولزم إنتيجريتهم وراح لمهم عربعات ودهم إدى بلاتفورم واحدة بلاتفورم واحدة فيها كل دول Integrated يعني ممكن فيها Real-Time Processing وNeed Real-Time Processing وBatch Processing في Hot Storage أو Cache Layer وفيه Cold Storage وفيه Serving لـ Use Cases اللي احنا شفناها بكده تمام؟ فدي الفكرة الملي يقول وديني حاجة واحدة متعودش كل شوية تقول لي ها هتستعمل ايه بقى في ال Ingestion وإيه في Real-Time Processing وإيه في ايه 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 بس كده دي الفكرة لم دول وبالتالي انت هتشوف الأسامل اللي احنا اتكلمنا عليها بلكده يعني انا مش جايب حاجة جديدة لو انا بدأت لك على الشمال دي تاينجيشن وشوفت حاجة اسمها Synapse Real-Time Analytics ده ايه؟ ده هو Event Hub Plus Streaming Analytics تعرفوا؟ اه اعرفوا ليست شايفينه بمرة اللي فاتت Event Hub Plus Streaming Analytics فانا محتاج دايما محتاج Event Store و Event Processor عشان ده بيجيب الديتا ال Event Store بيستور بس شبيع ما تكلمش عليه كتيره بس بس بنا نتكلم على ده ايه هو ممكن يسكيل ويقدر يمانج ال Spikes وكده بس محتاج ال Process عشان اطلع منه الديتا تروح على ال Stable اللي بعديه بالتالي انا محتاج في في ال First Layer اقدر استور الديتا و Stream Processing مع بعض هتقوم لي في Service واحدة واللي هي اسمها Event Stream اللوجو بتاعها ده الاحمر ده ده اسمه ايه؟ Event Stream في Fabric وحنشوف الكلام ده كله في Fabric ان شاء الله خلاص؟ و ايه؟ Data Factory اللي كان بيستعمل ال Ingestion وال ETL لل Structured وال Semi Structured Data برضو موجود ال Real Time Processing اللي هو الجزء اللي في بتاع Azure Stream زي Stream Analytics في Azure هو Fabric Event Stream اقدر اعمل ب Real Time Processing Near Real Time اللي اتفعنا عليه المرة اللي فاتت هو Near Real Time Processing وفي نفس الوقت هو Hot Storage ان هو ده الكاش ده اللي فيه الديتا للجهزة For A Low Latency Processing وبالتالي هو نفسه هو Hot Data Storage Will Call Data ده بقى برينس اكبر لوجو في الصورة One Lake وهنا نتبع حرف One Lake ايه One Lake ده انت ايه؟ عايزنا نجيبك الديتا كلها وحطها في ال One Lake دي؟ لا مش ده اللي احنا نعمله بس احنا عايزين نشوف نشوف الديتا كلها في حتة سواء هي جوه ال One Lake او مش جوه ال One Lake وهنتكلم بحتة دي ان شاء الله قدامه خلص السيرفينج بقى للدسكريبتف والدياجناستك اللي هو زي Power BI للبريدكتب بتاع المشين لرنينج ديتا ساينز والاكشن بالانسايد ده الجديد بقى اللي جابوا فابريك ما تكلمناش عليها قبل كده وكانش في الصورة القديمة ده الاكشن بالانسايد لو انا خلصت الريل تايم وطلعت شوية نوتيفكيشن زي ما شفنا في الستريمي انتكس كنا بنعمل نوتيفكيشن ها نوتيفكيشن دي هتروح لحد يعمل حاجة طب انا هعمل الكلام ده ازاي واتريجر ال اكشن ال back of this notification ازاي هو ده بقى data activator data activator ده powered by حاجة اسمها power apps دي كاننها بتبني applications بس مش applications قوي يعني حاجة زي drag and drop قادر اقول له ده جايلك event فيه ثري شولد معين لو ال event ده وصل للثري شولد ده تريجر ال event او send message او ابعت لي mail او call custom application تمام فده قادر اعمله بال data activator واللاير ده ال governance والسكورتي ها نتكلم عليها بالتفصيل في integration بين fabric و purview و one security security or access control تمام ده كده fabric جاب السيرفزز اللي احنا كنا نستعملها في ال end to end analytics زمان او مش زمان يعني لسه مستعملة طبعا في azure واللي كان بقى فيها فيها حاجات serverless وحاجات pass وفي كل احوال محتاجة integrate ورح مانتجريتها والجديد بقى اللي هو زوده انه خلى كلهم نفس ال experience ايه بقى هي ال experience دي experience experience انجح طول والله اعلم من وجهة نظر مايكروسوفت في اللي هي power bi power bi اي اولا طول موجودة من قبل اللي بيستعملها ال business users power bi هو كان ال next version بتاع ال excel يعني بيستعملها الناس عشان تانالايز الديتا ده يعني بدايات ال analytics power bi عنده web portal عندك web interface عندك desktop interface هو sass مافيش environment بتتمنجها اللي كان فيه بتاعته مختلف عن ال cloud يعني ده طول بيستعملها ال business users فطول ال UI بتاعها user friendly ورح رح مستعمل ال experience دي وخلها ال dominating experience يبقى ال fabric experience هي عبارة عن ال power bi experience بس راحت بقى ايه lean left كده راحت شمال وراحت نكافر كل ال ecosystem اللي كان عالشمال عشان نكود نوصل ال power bi كنت بنعدي على ingestion زي data factory او real time زي data streaming analytics و event hub بعد كده ده دي بتيجي في EDL agent ونعملها processing ب spark او بعد كده يمكن SQL بعد كده نجدها نستعملها في power bi فقاللك تمام ال power bi بقى ال power bi ده وال power bi users اللي كانوا زمان بيستعملوا power bi وكان ساعد بي exaggerate ال usability او ال usage بتاع power bi او ادوقتي انا business user مش IT انتفقنا ده business user ده ده ال excel وال power bi اده كانوا بيستعملوا الناس ال business اللي هو مش IT يعني واحد محاسب محاسب شطر جدا في excel بس تيجي تقولي يالله spark انا راجل منطقتي الحسابات و excel راح على power bi نفس الكلام فدي التول اللي كانت ال business users تستعملها at some point لما كان ال business user دول بياخدوا شوية experience بيعوز يروح يجيب ال data مش محتاج حد يجيب ال data ويقعد اذا انا ممكن اروح اجيبها وانا عارف هعمل ايه بقنا نديرهم options يعملوا الكلام ده power queries و data flows بس انت كده يعني تستعمل tool معمولة لل visualization وبعمل تروح بيها شمال عشان تجيب ال data يعني زي ما بتمد دراعك كده تجيب حاجة ده خلص مش محتاج تمد دراعك سيب دراعك زي ما هو عادي انا بحاجيب لك الحاجة ده اللي انت عايزها دي جوا power bi بنفس ال experience مش محتاج تمد دراعك ولا ت او تستعمل حاجة غلط عشان هي دي اللي قدامك وهي دي اللي الوحيدة اللي انت دير تستعملها لا فانت دي حتة مهمة جدا ال fabric ده اخد ال experience بتاعت power bi بال success بتاعها بال مصطفى انت سمعني مصطفى ايوة ايوة انا سمعك اوكي عندك اي اسئلة او حاجة لا المزبعي تمام يعني معك اوكي طيب يبقى الفكرة ان احنا عايزين نجيب كل اليوزرز اللي كانوا في services مختلفة بexperiences مختلفة انا كتو فكر معيشل اطاق اللي هو مشكلة تبعد المايك سننا بس اشن ساعات اللي هي الصوت سننا ايوة تبعدوا سننا ايوة تمام كده عاصل اوكي او كنا نقول اليوزرز ال data engineers والديتا ساينتست والديتا آناليست اللي كانوا بيستعملوا مختلفة بحاول أجمعهم دلوقتي في مكان واحد بأكسبرينس واحدة ولا بالتالي لو تفتكر زمان أفلنا الديتا ماش بسلايد كما بتتكلم على الـ pros and cons بتاعت الـ centralized versus decentralized وكان حلمنا ان احنا نجيب الاتنين مع بعض يعني اقدر ابروفايد ديسنترلايزد اكسبرينس بس تيل بسنترلايزد ايه؟ تبعا؟ طبعا هي سنترلايزد على ايجر اقدر اجيب الديتا من بره ايجر بس لازال التولز هي الـ ايجر تولز وبالتالي it's a good step لسه يعني it will be better بس it's a good step ان انا اقدر اجيب البروزن يعني الحلو من هنا على الحلو من هنا اللي احنا نقول عليه دايما الحلو بتاع الـ decentralized من غير المشاكل بتاعته والحلو بتاع الـ decentralized من غير المشاكل بتاعته ومنحلو من هنا على الحلو من هنا هتقوم على بعض حلو اوي كده هنلاقي طبعا limitations اكيد ما فيش حاجة في الدنيا تمام اوي كده من اولها لسه هيحصل challenges او مشاكل ونحلها وهكذا ولكن دي كانت very nice step تمام؟ يبقى اتفعنا ان كل الـ experiences اللي هي من الاول الـ ingestion للـ engineering للـ science للـ warehousing للـ real-time analytics للـ actionable insight للـ other set of analytics that descriptive diagnostic PI use cases as an experience كلهم provided by one platform الـ platform دي 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 coupled الـ compute عن الـ storage عندك الـ compute تقدر تفورد تقدر تفورد باستع cavalier بشيء بالغرض او شركة القناة البوضY الEr disgrace التفورد دي عبارة عن شوية نوتيفكيشن زي أدرى بعت نوتيفكيشن زي ميسجز أو إيميل زي دي بادي الكمبيوت لير الستوريج الوان ليك ده مهم او هنتكلم فيه تفاصيل ان شاء الله بعد كده هو لوجيكل لستوريج لير يعني لوجيكل يعني يمكنك تأخذ الوان ليك ولو هتجيب ديتا في وان ليك الوان ليك فيها ستاندرد فورمات هو دلتا بار كي انا بحاول اوبتمايز كل الانجينز على الفورمات ده كل اوبتمايزاشن بعملها مبنية على ان الفورمات الديتا في في الوان ليك هي دلتا بار كي اتفقنا قبل كده كل مما نستاندرائز كل مما انا اقدر اعمل اوبتمايزاشن وبيجي بتيجي لحظة نبدأ نقول خلاص احنا رانيج اوت في اوبتمايزاشن ما عندنا لسه نبدأ نشوف حاجة جديدة بس احنا لسه في الفيز بتاع ستاندرائزاشن ان اوبتمايزاشن تمام طبعا احنا كلمنا بتفاصيل على الدلتا وكلمنا على البركير قبل ما نوصل احنا الحتة الوان ليك دي يعني خلاص كافرناها فاضل بس الحتة الاخيرة انا يعني اعايز اقولك يعني ايه لوجيكل لوجيكل يعني سلايد دي انا بفوتها ام ده كده سامري للفيتشورز هنا هي complete platform اذا ما شوفنا فيها كل حاجة end to end unified experience نفس الexperience مش محتاج تتغير الexperience او تغير البلاتفورم البلاتفورم دي اساس فيها security and governance نكلمات على lake centric approach عندنا one lake هنكلم عن النقاط مااخنا من اجل؟ ليس عندي السؤال قبل ما ننذهب ايههه ساس يعني الحساب ازي انا عاف اني الفلوس دي مش حاجة مهمة بس اهم حاجة في السلوشن ساسة بتحسب ايه بالاوزا بالجيجابايت بالمنut of usage يعني بتحسب إزاي الكلام ده زي power bi اللي هو capacity unit capacity unit تمام capacity compute unit ماشي فأنت عندك compute unit مثلا بتشتري compute unit capacity مثلا 64 64 دي بتديك قدي كده VCPU تمام تمام فهي capacity unit CU هنتكلم عليها مش هنتكلم قوي على الجزء الأخرين بس هو طبعا برضو إن addition لل data analytics اللي هي جبناها وجمعناها وخلناها SAS وينيفايد. حط كمان ايه? آآ حاجات تسهل اليوزابيريتي. آآ وحاجات الاي اي دي بقى. اي اي آآ آآ دريفن انسايد. يعني شاية اي اي كده على جنب تساعدك لو انت عايز تعمل حاجة تقول له وتروح مسلا على كوبايل بتاع باربايت وقول له ايه بوسي الديتا هيك. يلا. يلا ايه يلا. اين ايه? قللي قللي الديتا دي معناها هستفيد منها ازاي? بعلن. تقول له suggest a dashboard. راح نطلع لك options. والله انا قدر نطلع لك ايه? الperformance بتاع السيلز او الperformance بتاع ال department ده مع ال department ده وكده تقول له تماما هاتلي التاني ده. راح عمل لك dashboard ومطلعه لك. نعم? آآ human language بقى. عشنا نتكلم اول حاجات تعطي الاي اي دي. الunified experience قللي دي كلمنا عليها. افضل بقى الحتة اللي احنا عملينا ناجل فيها ناجل فيها ايه موضوع logical data lake دي. موضوع logical معناها ان انا ده الوقتي. انا مش منطقي والتفانع كلم ده من زمان ان انا اجي اقول يلا جماعة واقف كل حاجة ويلا. فانت انا الوقت ان عندي data. ادي كده تيرا بايتس بيتا بايتس على كوجل ولا على on premise ولا في aws. مش هكوبي الديتا دي اكيد. فنبدأ نتكلم في اول concept في الone lake ده. اللي هو اسمه zero copy. zero copy معناها ان انا اقدر اكسس الديتا اللي في S3 او storage ده مين اللي structure data. اللي data في storage. ايه فايلات يعني. ايه data files. في storage. اه في object stores. زي S3 او جوجل storage او already حتى في ايجر. انا اعتبر ايجر داتلي ده عادي. كلاود تاني. تمام? بس طفل الحاجات اللي مع ايجر دايما هتلاقيها pre-integrated. بس هو ده ده واحد تاني. ده معاملته معاملة ال other cloud. فعندي ال Azure storage. اس 3 جوجل storage. عندهم فايلات. وعايز اقسس الفايلات دي without copying it. without copying. zero copy. اقدر عمل كده بfeature جوه الone lake اسمه short cuts. تمام? يبدأ ليه للفايل الديتا اللي في ديتا بيزز نفس الكلام بس بدل ما اما اقدرش يعمل زيرو كابي في الحالة دي لان الديتا هنا فيها سكيمة وفيها سيمانتكس فاحدي لك حاجة تانية اسمها زيرو اي تي ال معلش قبل ما تروح على زيرو اي تي ال انا عندي سؤال هناوة انت ما بتقصد او بتتكلم على زيرو كابي هنا تقصد ان انا هحط الديتا في مكان وكل الناس هتقدر ان هي تبص عليها او تشوفها صحي كده سمعني كويس او سمع كويس كده كويس تقصد ان انا الديتا هتحط في مكان مش يحصل دوبليكيشن للديتا صحي كده عندك 1.2 بيتا بايت ولا 2 بيتا بايت في AWS S3 انا مش هتلاقي وان لك في 2 بيتا بايت انا that is just like a simpolic pointer simpolic link لا بس معلش يعني على كاش ماشي اكيد طبعا هيبقى في كاش ما معلش انا مش بانكو تسلوش انا هفكر معي داتي انا عندي داتا فماش هموفها جميل انا بحبش data move in شان النتورك وعشان يكب اي بس هو اي بروسسنج از يعني انا لو عندي spark etl في ايجر ولا في data breaks في ايجر وعندي data s3 ولا في database مش هموف مش هموف الديتا تب ما هو بروسسنج ده يحصل ازاي هيحصل مش هدي مشكلة اللي هتحصل عندنا زمان كانت حصلة في حتة ان شاب اللي كان بيعمله اللي هو enterprise etl فكان بيقول لك طب ما نموف الديتا لا ما موفش الديتا فهده كان الصراع ما بين الترادشن etl وهدوب او spark صح مظبوط لا هي data حتيجي يعني data movement هتحصل ولكن انا امريديوس الريدوندنسي انا مش عنديش copies وعندي copy فعلا exact copy هي copy هنا data هي وعمل لها exact copy هنا وبقى عندي 2 beta byte هنا processing اه تصد ان انت هتكده هتموف الديتا اللي انت محتاجة بس انت كده 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 معك reference على source يعني معك extra source بس انا مش هموف الديتا من source انا هعمل ايه لما الشخص يعوز مثلا البروتاشن دي او جزة دي هلو هسكن ال source اجيب له حب دول وارجع on demand مظبوط وممكن اعمل شوط حركات عشان نسحل performance اعمل caching بس انا مش هعمل exact copy لرقب واحد رقم اتنين لو انا بكرة ال access دي revoked ما عنديش خلاص الديتا هتلاقي خلاص انا ما فيش ديتا يا جماعة الديتا اللي انا كنت بقول لك اتفرج واستعمل ومدي لو انا مثلا جبت الديتا دي كت فايلات باركي ومطبق في باركي عملت دلتا ومدي لك فانت عمل بقى تكو ديتا فجأة مفيش ديتا واحد فين الديتا لا والله اصل الباشا تحت البركي افل ال access خلاص مفيش access مفيش مفيش فايل مفيش ديتا تمام فدي تاني حاج ان انا كان في مشكلة في ال copy ان انا لما بت copy انا خلاص ما عنديش control على copy صح ولا انت عملت copy صح ايش حياتك بقى انا بالوقت جماعا خلاص ال business تغير وما ينفعش تاخد copy دي فيه تعديلات وزرية ومعليش انا اسف ديتا اللي احنا دلنا لك بك دي ما ينفعش تبقى valid دلوقتي معكم هنعمل ايه بقى لأ هنا بقى فيه فيه تقدر access مفيش access مفيش اصلا copy تمام اتليست الحلل المشكلة دي كانت مشكلة مهمة اوكي اوكي تاني حاجة كلمنا عليها ال zero etl ان انا الوقت عايز اcopy data فعلا من structured sources وتابعا structured sources بتبقى volumes تاعتها اقل من sources فانا ايكان 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 بي اوكي مع copying structured sources عندي مثلا reference data عطول بستعملها master data عطول بارجع لها بدل ما او اروح كل شوية على source واجيبها وهكذا طب دي ممكن اخد لها copy ان فيش مشكلة طيب في حاجة ممكن تسأل هالي اه بدل ما خليك تكتب etl تجيب بها data دي وانا بقى مش عامل حاجة انا عايز copy هي في database ده اربعة خمس ستة tables عشرة tables عايز ام copy هنا لازم مكتب etl لا ما تكتب ش etl zero etl اللي هو featured رقم اتنين الاسمو mirroring mirroring للا external databases خلاص يبقى عندي databases برضو على اجر على amazon على جوجل mongo snowflake كل الكلام ده والroad map بتفضل شغال تبدل كل شوية تجيب ناس تجيب ناس تجيب ناس ده zero etl mirroring تمام احنا كده خلصنا و هنجنب بقى على ال portal عندك اهي اسئلة بلما نبدأ اه عندي سؤالين اتكد انا فتوم صح اول سؤال اه اه بتطلي الفلوس معاش انواج المادي شوائي تطلي باللستو يعني اقول مثلا اشتري كباستي مثلا ل 2 beta byte و 2 terabyte اين كان عدد وبدفع بالفلوس ده بدفع على قد الفلوس ده بس كده performance almost ثابت يعني هي بس بدفع حسب كباستي حجب الدات اله الكوير والكلام ده صحيح كده اه 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 ساني واحدة اموف نفس زوم سنة وتمام او مش هك زوم هي تمام فانت دلواتي عندك 2 prices price للكمبيوت price للستوريج بشي احنا اونا دي كابلد منطقي صح جميل والستوريج كمان 2 استوريج عندك ال cold استوريج اللي هي الone lake اللي هي lake house سوري اي يعني اللي هي التحت lake house حلو دي ديتا في one lake lake house والديتا اللي في الhot storage مين الhot storage اهي شايف مكتوب اهي الhot storage اللي هو الkey ql الkey ql ده كأنه هو الكاش بتاع الone lake تمام هو الhot تمام ده الprize بتاعه per gigabyte ده الprize بتاع storage per gigabyte لو عايز pcdr الناس هتبدأ بتقول لنا بتعملو ايه عايزين كده طيب فكده عنده ثات حاجات عنده processing cold storage hot storage صح كده مظبوط جميل واضحة عندي تمام تمام جميل طيب حلو ممكن نبدأ قبل ما نخش على معرفش نبدأ نشوف الportal ولا نتفرج على ده الاول يمكن اعتقد انت حابب تسمع الحاجات دي الاول عشان تبقى برضو واضحة للدنيا بنسبلك في لينك مهم جدا اسمه fabric concepts and licenses ده اللي في الحيطة اللي احنا تتكلمنا عليها طيب لو انا بدأت كده بسم الله عندي microsoft account tenant بنسمي صح فانت per one tenant you have one fabric حلو كده يعني عندك tenant يبقى عندك واحد fabric خلاص عايز بقى تقسم انت بتقسم جوا الفابريك الواحد احنا عاملين نقول one fabric one lay وهي كل حاجة هي واحدة ولكن انت تقسم جواها تقدر تكاري الdomains وتعمل اللي انت عايز واتتكلم عن كلام ده خلاص فانت اول level الatomic level ال مش عارب بقى ده ال high level ال high level انت عندك fabric tenant ده كده ايه top level حل وفيه حاجات تقدر تعمل لها configurations على tenant كله يبقى كل tenant كل الفابريك usability بتاع الفابريك اللي في كل tenant بيفول الانستراكشن اللي انت عملتها على tenant level ده ده اول level tenant level طيب ما اللي احنا عايزين نقسم نقسم ازاي الconcepts مش مش شارح حاجة في النص لانها logical اللي هي domains domains تقدر انها optional في ناس بتحب تعمل domains وناس بتحب تعمل هي ده logical ليه logical لانه هو at the end هو عنده نزل تحت قالك انا عندي شوية users user أو users users دول بيتعاملوا مع workspace كل user او حابة users عندهم workspace workspace let's say ده project workspace project معين ده workspace بتاعته بتاعت development وده workspace بتاعته بتاعت branches وده workspace بتاعته بتاعت التست وده workspace بتاعت production وهكذا قصة كاملة متاكملة كلها فين الwork space ده يبقى ده اللي بيشتغل ده physical isolation اللي هو fabric الساكن level لو انا بدل ما خش على ال tenant level عايز اشتغل جوه finance workspace او marketing workspace او different works طبعا الكلام ده high level انا ممكن اعم بدل finance workspace اقول لا انا هكارية finance domain وتحت الدومين ده هكارية sub domain وتحت sub domain هكارية work spaces طب الdomain والsub domain دول logical دول بس group hierarchy لكن ما بيعملوش حاجة جوه الفابريك ك physical control logical بس و access control ايه طب ايه المزيتهم ان انا جمع الناس في حتة والأولد ومسلا كل الwork spaces اللي هم عندي مثلا تعني اخد project عندي project بنعمل whatever anomaly detection لnetwork traffic وعايز اشوف لما بيحصل abnormalities في في الترافيك بتاع التاتشين to the network او detاتشين network ايا كان حاجة كده طيب ده project مين شغال عليه يا جماعة هنسامي الناس حلو ده كده اول حاجة الproject ده ال first workspace بتاعت الproject اللي بن ideate فيه لسه فيش اي حاجة حنشوف بقى access data ونبدأ نتفرك وكده بعد ما نخلصنا ده development عملنا حاجة وبقت شغال بعدين واحد قال لك ده عانسة optimize ويحنا مكاريتين branch workspace تبام خلصنا branch الجانر المين وعايزين test ده test workspace بعد ما خلصنا test رحنا production ده production workspace بعد ما خلصنا production عايزين بقى ايه نبدأ نعمل let's say medallion architecture بنعمل بقى ايه bronze silver gold وده lake house وده lake house وده عايش حياتك الموضوع ذات work spaces كده ايه بقى غضية عنا كده ده الملي بقى work spaces دي المتفرطة دي وقول لي كل الفيلم ده ده هو ده under maintenance domain خلص يبقى domain والsubdomains بتسهلك الهيراركي رقم واحد ثانيا لما الproject sector بدل ما خلي كل administration بتاع كل workspace بتعمل separate لو انا اقدر اشيل الoverhead ده من على الناس دي واخلي حبة ناس اسميهم domain admins يعملوا الكلام ده domain admin ده second benefit of defining domains خلص يبقى انا اقدر اعيش من غير domains انا لا احب ده تمش ولا اعايز ده تمش ولا اعايز افهم ايه domains ولا اريفرق معي الكلام ده كله انا عايز امش physical physical يبقى انت ماشي مع المشروحة هنا عندك tenant او ده كل tenant بعد كده بتقول والله US عندها budget معينة UK عندها budget معينة الcapacity هي budget خلص US بالbudget بتاعتها هتعمل الشغل في الاربعة workspaces d UK هتعمل شغل في الاثنين workspaces d وJermaine هتعمل في workspaces وكذا tool ايه ده يا عمي ده ايه ده simplified جدا ده انا عندي ده انا عندي budgets بالهبل وعندي projects بالعبط وعندي domains بالهبل طب نحسن الكلام ده ازا نبدأ ندخل بال ايه الdomains والsubdomains هتلينا شورح هتلينا حطة الconcepts documentation هنا والdomains هنا فانت الdomains مزتها ان انت تحسن الهيراركي بتاع workspaces تقري domains وsubdomains تاني حاجة ان انت تقدر تعرف شوية controls اسمها domain admin وdomain contributor ودول ياخدوا شوية من administration بتاع workspaces تبدأ ما نقعد كل ما حد يعمل حاجة workspaces قوله بقى براحتك انت بقى workpaces دي قعد بقى administrate ها لا انا ممكن اخلي administration to be done by some domain admins لو تفتكر tenant الtenant الtenant الconfigurations بتاعتها على كل الفابرك فبنسمي ده fabric admin اللي بيعمله الراجل ده او الست دي على كل الفابرك على كل الtenant طيب لو انا في حاجات مش عايز انا عاملها وعايز اديها للdomain admins دي sido حلو delegate بقى فانت وانت بتconfigur هتلاقي فيه option هنتفرج عليها عشان ايه ما اتخوش مني لو دخلت اهو انا هنا هخش على admin portal شايف هنا tenant setting ده اي حاجة حلعة في settings دي على الtenant كل اي حاجة هغيرها هنا كل الtenant هيشربها طيب افرض انا مش عايز ااخد حاجة على الtenant كل هل تعالى بسلا real-time dashboards real-time dashboards دي انا اعمل لها enable لكل الtenant لا انا مش كل الناس عايزة تاخد dashboards انا مش عايز اتعمل disable وdelegate delegate لمن لشوية admins تانين هم اللي ايه decide هم اللي كان enable ولا disable فده الفكرة بتاعت الهيراركي ده ان انا عمال administration ده اللي هو اصعب حاجة في الفابريك عمال اقسمه عشان مافيش واحد ياخد كل ايه الشغلة على دماغه ولا في نفس الوقت قعد اسأل ناس بتاعة development وتفكر بقى data scientist وعملين يعملوا حاجات rocket science اقول له بقى معلش administrate بقى وشوف مين بيعمل ايه في capacity وبص خلا باك الولد ده عمل query قعدت اربع ساعات اكل ازد من budget دي فانا مش هدخلك انا في التفاصيل دي انا ممكن اخد انا الكلام ده to be done by شوية admins اقدر افضل اكاري domains وdomain admins وdomain وdomain admins هما دول اللي ياخدوا administration وال fabric admin يعمل حاجات اللي على organization كلها الحاجات اللي مش مش لازم تبع organization كلها لو تفتكر federated governance احنا قلنا كلام ده federated governance قلنا ايه قلنا federated governance هو mix بين policies procedures incentives كما بيقولوها على كل organization ما ينفعش تعمل حاجة معينة ما ينفعش مثلا انت access sensitive data خلاص خش على sensitivity label هتلاقي في حتة هنا فيها sensitivity label وحتقول ايه يا جماعة اللي هيحط sensitivity label يحط ان الديتا sensitive محدش ياخدها downstream ويشوفها فيه هنا فيه settings كده انا فاكر يعني لو دورنا هنلاقي somewhere control find sensitive اهو شوف allow users to apply sensitivity label for content وبعد كده apply sensitivity labels from data sources to their data in power bi عيش بق في sensitivity label automatically apply sensitivity labels to downstream contents يمكن الحاجات دي انا عايز اخليها standard على كل التننت خلاص انا مسؤول كراجل fabric admin او set ال و ال ال موضوع بقى اللي شوفنا دلوقتي real-time dashboard الله ما عرف باشا اللي عايز ياخد ولي مش عايز ما ياخدش طب خلاص شكرا delegate يا باشا delegate حد تاني يقول انا مش مسؤوليتي دي بس خلاص فده ده مهم جدا انت تفهم ال concepts دي وال hierarchy ان في fabric level بعد كده domain level الدمين ده logical الدمين ده عبارة عن حاجة logical بتتمناج الاثنين دول بتتمناج الbudget بتاعت الدمين والproject اللي في الدمين فكده تسهيل بيسموها ايه fabric بيسموها capacity ده الbudget ده اللي انت تستعمله والworkspace ده activities اللي هتعمله خلاص كل واحد من دول للي level خلاص واضحة والرجل ال fabric admin ده يقدر يكونفجر حاجات على ال 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 talent كله ويقدر يروح على حاجات لcapacity حاجات لل workspace تمام اي workspaces فالfabric admin شايف كل حاجة ولكن مش كازم يعمل كل حاجة عندي سؤال اه اه احو ما اعطاهش ما اعطاهش سوري الناس بس اعزوا الحاجة وهي ان لا فهم منك يعني بس احوال ان احنا عندنا personas في ال system وانحنا بنحاول نقول الناس ايه هم ال personas دول لأن نظريا اتمنى اكون انا صح جدا ان ال personas او ال fabric غالبا معظم الشركات الكبيرة انا والشركة صغيرة عندي two two brush no business مش محتاج تروح للك الكلام ده انا عايف ان كلام منطق جدا مش محتاج اقول لك بس حاول اراجع مع نفس ومع الناس كده وانت ترجع لي بس 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 ال بورتل او بشكل العام كأنه الحاجات المانية والشركة وشار سكريبت بديه لك في tool والطول دي فيها control وفيها وفيها governance انت عايز فكل اللفة اللي بنحاول نعملها دي عشان اللي قلنا من 3 4 5 حلقات في وفي data مش بقى ك idea مش احنا كنت بنتكلم على organization shift فبنتكلم ان في كل احب رول بتاعه هنسكن كل واحد في بعيدا عن كل تفصيل بقى في ال setting دي اللي احنا محتاجين واحدة واحدة بس تسكين انا الوقت عايز اسكن واحد او ناس مش لازم كل حاجة تبقى واحد يعني هو بيسموه admin بس محدش يطلع بطي بتكلم واحد يعني في admin platform domain admin contribute anchor في اول حاجة الليفل الاعلى الليفل اللي بيعمل اي حاجة على tenant كله fabric admin خلاص fabric admin ممكن يدي جدلي اللي وراه مين اللي وراه domain admin domain admin ده ماسك شوية work spaces وشوية capacities خلاص فقدر يقول اه والله لانا في domain بتاعي يا جماعة هقال لا والناس تاخدري خائم dashboards واحد تاني يقول لك لا لا مش عايز حد ياخد dashboards والdashboards دي سعرها والله ايا كان مش عايز حاجة مش عايز حد الناس تستعمل او مش عايز دول اللي هما الworkspace ده تليفل التالت اللي هما بقى workspace admins خلاص الworkspace admins ده بقى كل workspace انت شفتهم من اللي انت شفتهم دول ليها admin طبعا مافيش حد غيري على الplatform دي يعيني مش عتلاقي حد كلهم انا الadmin بتاعهم يعني كل workspace دي my workspace دي اهو حلو مين يا جماعة خلاص دي my workspace دي اكيد انا الadmin بتاع admin monitoring برضو اللي عمل manage access من الadmin اهو ده الadmin بتاع tenant administrator من tenant administrator الان tenant administrator صح اهو هنا اهو ده tenant administrator فanyway مع المسؤول انا بس حقط اصنى بس حاجة شان نحيد الوضع الtenent administrator ده هو زيه زي الdomain administrator للdomain اللي تعبر اعلى ولا tenant اعلى اعلى من الdomain اه طب اين فهم الtenent administrator والfabric administrator الtenent هو هو الfabric admin هو الtenent اه تصد ان الfabric admin او الtenent هم حاجة واحدة لكن الdomain admin ده اللي هو مثلا الناس دعم finance او الناس هاجع خطوط اعلى اعلى انت كنت نقول ايه احنا عندنا team مسؤول يmanage الدنيا وكل domain او source domain هيبقى لي واحد مسؤول عنه او team مسؤول عنه انت انا بتقول بقى والله انا manager بتاع billing مثلا شك تتصل بقى ان انا بتاعت billing فانا domain admin بتاع billing والdatات اللي بتطلع من billing انا مسؤول عنها الشخص مثلا بتاع signaling data ده domain admin بتاع signaling data وكل الناس بتقول من انا صحي كده وهو بقى مين ياخد access والكلام ده مصبوط تمام تمام فاضل اخر حاجة عشان نقفل يبقى احنا اتعرفنا fabric admin رقم واحد domain admin رقم اثنين domain contributors اللي هما workspace admins جوه في بقى capacity الcapacity مش بس لها admin لا لها member contributor viewer sorry ده workspace 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 اللي بنشتغل عليها لها administrator زي ما انت شايف كده راجل برينس بيعمل عنده كل privileges بس مش بس كد عندي member للworkspace عنده شوهي privileges عندي contributor للworkspace عندي viewer للworkspace الفيور ده ممكن ما يعرف شي يقرأ الديتا في الاكسبورر نفسه في lake house explorer لا تحايف ما اقدرش read lake house data through the lake house explorer ما عندوش ما اقدرش viewer خلاص فهكذا فدي بقى بقيت التسكينات يبقى انت سكينت fabric admin سكينت domain admins سكينت workspace admins تسكين لworkspace members طبعا مش هازم تسكينهم بالوقت يعني ما يبدأ الproject هازم تقول لي مين دول خلاص members contributors viewers خلاص يبقى احنا بالتلاتة links دول قفلنا ال federated governance دي levels ماشي don't be confused بان الdomain مش مكتوبة هنا اللي هي logical و optional بس احنا at the end هن assign capacities دي اللي انت شفتها هنا capacities اللي هي budgets هتبقى domains خلاص فانت الdomain يقدر يت assign capacity to assign workspaces فهو managing ال اتنين دول خلاص وبالتالي هو level هنا قبل ايه قبل دول بعد كده الworkspace الworkspace دي ايه بتشتغل عليها الproject وبردو ليها رول ولما نشتغل بقى في الproject يبقى معانا ايه السايكل كمينة جماعة لو ده اول الproject على fabric يبقى محتاجين الproject admin محتاجين ان الdomain ده يتعرفوا الdomain بتوعه والdomain admins بتوع يتعرفوا محتاجين ان نحط الbudget الdomain ده هستعمل ايه let's say انت شفت الpricing والله الdomain خلاص يبقى خلاص اخلك f64 وهكذا خلاص بعد كيه اشتغلنا بقى دي الbudget بتاعتي هنخش الproject يلا كاريت الworkspaces مين بقى الadmins على الworkspaces دي ومن الممبر ومن الcontributors ومن الفيديو دول اول data links محتاجين نبص عليهم و لو عايز بقى تلعب تتفرج ايه هي الsettings دي شايف دي experience fabric لو عملت كده power bi انت كده هت ايه هت land power bi ده كده power bi user ده اللي كان بيشوف في حياته power bi user فانتهي نفس experience لما قال لما power bi user قال start fabric trial جاله بقى الترايل بتاع fabric ده بقى عنده ايه بقى power bi plus او plus plus احب احنا 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 c plus 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 الى حاجات انت شفتها plus شوية حاجات snaps plus synapse plus حاجات data factory احنا دول احي احي انا كان زمان عندي power bi وحاول اعمل كل حاجة فيه عشان ده الوحيد اللي عارف access ه لا مش لازم اهو كل موجود والله لو انت prince نتفرج بقى كلنا على بعض كلنا بنشوف شغل بعض وكلنا شايفين ايه اللي بيحصل هنا وكلنا ناعدين على نفس البلاتفور حل بس انت كpower bi user مش محتاج تعصره عشان تستعمله وتعمل بيه كل حاجة في الدنيا رغم انه هو موقعه في الاعراب visualization last mile analytics عشان ما يبقاش visualization بس يعني last mile analytics اللي هو خاص ديتا جاهزة ومترتبة ومتموضلة وتاع وانت بقى يلا بقى slice dice dashboards دلع نفسك حل فانت عملت انت كنت راجل business user قعد بpower bi قلت لقى enable trial fabric بقى معايا ده هروح الاند لاي نفسي كده بقى معايا كده فجأة بقى معايا كل ده خلاص ده كده fabric حلو كده اللي احنا قلبنا عليه من شوية خلصناه اللي هو admin portal في fabric اللي هو قبل ما نبدأ fabric قبل ما نبدأ نشتغل محتاجين نعرف ان fabric ده ده صحاب ماشي ففي fabric admin ده بيعمل tenant settings tenant settings tenant settings يعني على tenant كله فان عشان fabric admin كريم يعني اه مش كريم اه كريم اه فان عشان fabric admin على fabric ده انا شايف tenant settings دي لو انا مش fabric admin اخد بالك من دي مش هشوف ده اصلا ايه راية مش هشوف الليست دي خالص مش هشوف هاجح هروح على admin ثمري كده بس ده اخري هشوف حاجة تانية ولا هشوف بقى domain ولا هشوف users ولا هشوف اي حاجة تمام مش كده ايه تكلمنا على الحتة دي وان fabric hub صحابه دول هما شوات الرولز اللي احنا محتاجين تسكنهم منهم واحد بيقعد يلعب على tenant كله وشاف الليست بتاعت settings ما شاء الله اللهم مبارك حلو خلاص عنده الراجل ده مش عايز يعني في حاجات والله انا مالي redshift SSO single sign on عشان الناس تتوفيش وليس data في redshift في power bi ولا snowflake ولا dreamy ولا buy pick ولا انا مالي انا مالي انا مالي سو هعمل ايه هقول لك enable او disable او اا يعني دي مسلا ما لهاش دي لازم تعملها احنا شوفنا فيه حاجات وفيه حاجات دي على التننت دي حاجات كده حاجات تسنتبه على التننت كله يتوافق ياتوافق غالبا الحاجات اللي هي security و networking ما اقدرش عملها على workspace level لان هو platform كاملة وبالتالي هتلاقي الحاجات دي اغلبها على tenant level يعني مثلا انتلاقي هنا advanced networking وانا بس اشتغل بالprivate links كله وممكن ابلوك ال public access خلاص fabric ده يبقى مالوش public access اللي عايز يجي fabric access لازم يأكسس من private vnet فده انا هعمله ايه entire organization خلاص فتخلي بالك بقى من الحاجات دي لو عملتلها enable خلي بالك لان احنا خلاص هنقفل public access لازم ناس كلها تبقى عارفة يا جماعة fabric بقى خلاص behind private واللي عايز يأكسس لازم يجي ب vnet خلاص تمام وده زي ما قلت لك الناس اللي حاب تلعب تخش على admin portal ده تتفرج عيش حياتها تشوف كل settings ل fabric admin ممكن يعمل لها settings يعمل لها configuration تمام ايه تاني في المهم عشان نقفل موضوع governance ده ده كمان في link في overall ده يعني معادي احنا اتكلمنا على الحتة بس احنا اتكلمنا وعتبر في الحتة دي اللي هي manage your data estate admin portal tenant domain and workspace settings شوفنا بقى domains workspaces capacities اخر حاجة metadata scanning لو عايز تسكان metadata بحيث ان انت مثلا عايز تألون people تسكان what's there يعني عندك api تقدر تexpose بالmeta data والناس تتفرج في ايه ده اخر حاجة في الحتة بتاعت data estate فاحنا اعتبر خلصنا تمام شوف بقى بقيت columns برضو محتاجين ايه قصص يعني بلان دين الصحة ده بقى ايه security تخش على security بقى privacy security في link او هنا غير ده خالص لأيه ده deep dive security يلا authentication عاملة ازاي network security inbound outbound ايش حياتك getways بنا معاك ماشي قصة 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 كبيرة خلاص هنا discovery شغلة بقى ايه انت خلاص انتفقنا الone lake ده شاء كأنه hub في كل marketplace في كل data حتى لو هي مش موجودة في one lake بس انا شايفها في one lake ها يلا الناس تتشارش discover ازاي بقى الكلام ده وتشوف الlineage ازاي ماشي حنشوف الlineage لما نعمل ال infract احنا ممكن نشوفها حتى لو هنا اعرفش عندي اي حاجة معمولة اه لو رحنا هنا قلنا home اه اي حاجة real time intelligence my workspace خسار ما عرفاش اي حاجة طيب اي workspace تاني فيها اي حاجة admin ده فيها اي حاجة انا بس عايز اشوف ايه اي حاجة فيها ايه اه حلو فيها شوات حاجات هتعمل دي شايف الlineage view ده هيقول لك والله يا رئيس انت شايف report اسمه purview hub ده مبنى على semantic model ده ولو فيه data جاية له هيكتب لك ايه لامنين طبعا احنا هنعمل ديمو هنشوفك end to end بس انا بوريك اللي موجود دلوقتي يعني احنا ما عملناش حاجة لسه ال fabric ده فاضي ماشي بس حتى الفاضي ده فيه admin monitor والmonitor ده بيوريلك ال reports اللي طالع فيه وجاية منين خلاص ده ال lineage view اه اه ارجع تاني هنا شغل بقى اللي انت عندك data product عايز تو promote وده certified وده ده الناس تستعمله وده لسه under development وحاجات دي كلها شغل ده كمان ده مهم برضو في search discovery ناشي والintegration مع بور فيو بقى لان ال بور فيو ده وقت احنا fabric ده هفاهم ان هو ده التول اللي بتجمع ولا ده الحلال كلهم اللي شغالين في ال data platform تمام فيه بقى اه التول اللي هي برضو يعني بيستعملها هي metadata driven هي مفهش مش هخش جواها واعمل حاجة هي دي باتفرج فيها على الدنيا اللي هي بور فيو هتسمعها كده بور فيو صح دي باتاعة البزنس يوزرز دي بنتفرج بقى ايه فيها نفس الكلام فيها domains و organizations و KPIs و assets و catalog و search و discover ده بخش هلعب فيها هتفرج metadata safe فاش اي لعب على الشغل الحقيقي على data نفسها it's absolutely safe تلعب فيها وتتفرج وتلعب فطبعا محتاجة integrate بقى الحقيقي ده مع المزايف metadata platform تمام قصة وطبعا فيه بقى جزء برضو مهم اللي احنا نمك نشوف نها دلوقتي عشان وحي متفرج علينا جوال monitoring عايز بقى اشوف اللي بيحصل ايه اللي بيحصل عندي حاجة اسمها fabric matrix app وده تقدر تتفرج عليه حتى جوه fabric نفسه ماشي ده اول ما تعمله installation تبدأ تتفرج ايه اللي بيحصل بقى شوف هنا تقدر بقى تشوف الcapacity تستعمل ازاي ايه الائتم اللي بتستعملها يلا بقى فرجني من ال users اللي بيستعملوا ايتم ايه الايتم دي بتعمل ايه بتاخد ايه من الcapacity تمام هل الكلام ده billable ولا مش billable وتبدأ بقى ايه تطلع الناس اللي بتعمل اللوعة ماشي حد بيلعب بقى حد بيعمال يرن queries هبالا نجيبه ماشي فايه ده كل ده فين في الmonitoring والauditing في matrix hab في حاجة مش هنتكلم عليها قوي انا هقولها دلوقتي ونمكن نعمل عليها حلقة للمعقد شوية ان هو فابريك ده انتقى مع capacity بتدي لك شوية CU طب في حاجة اسمها throttling و bursting بس دي قصة ماشي هنتكلم فيها بس ناهية الموضوع ان احنا مش يعني ان هو مش هيقطع عليك الكهاربا مرة واحد يعني انت لو انت بتستعمل capacity وعدت capacity يدي انها مش هتدرب وقت هتبدأ تي ايه ها تنقط كده تديك فرصة تحاول ترجع نفسك وترجع لعقلك وبجيتك خلاص ولو انت محفظة لما احتاج الكلام ده لما تيجي تسكيل كانه زي الايه اللي هو هسلفني شكرا بالزبط تمام فده كانه سلفني من اللي جاي انا تقريبا عملت حسابي غلط وبالتغريبا انا محتاجة سكيل فهتحسكيل اهو فان دلوقتي هتديك فرصة وبعد كده انت تسكيل وبعد كده لما حسبك بعد كده لانا رحت على برا البدجت بتاعتي يعني انا consummate 100% لا انا consummate 110% من ال capacity تمام بس دي قصة تبع عرفينها بس مش هكامل هي تفاصيل المعقدة جدا ولكن هي دي فيه طبعا جدوة اللي بيوضح ال usage بقى قد ايه و ال delay هتبدأ امتى وممكن ان يحصل امتى rejection فيه وقت هتفصل عليه الدنيا بس يعني ده بيبقى شوية بياخد وقت شوية مش اللي هو وقت يعني مش حالا ايه تاني security خلاص في لفل بعد الworkspace تحت الworkspace مكنناش علي ده ال atomic level اللي هو اسمه item يعني اللي الوقت بعمل ايه بقى جوا fabric بكارية حاجات حاجات اسمها ايه fabric items اللي هو بقى بكارية notebook بكارية lake house بكارية data flow كل دي items small items انا اقدر بقى اشير ال items دي مع ناس اقول له الله شير ال item واحد عايز يجي تفرج عن notebook ده بس مش عقب fabric انا بكتب notebook وفي حتة انا عم عاصلاجة معايا مش فاهم الحتة دي في domain وعايز domain admin يجي يبصلي بس هيقول لي والله يا بص يا رئيس تعمل ده كده فانا عايز اشير معاه notebook كاتب فيه kql query وعلى اساس ان هو فاهم kql query وانا هشير بس معاه يا اما يتفرج يا اما يأدت كمان لو انا يعني عارف ان هو يقدر يأدت وخلاص هياخد هو link ولا teams الرجل هيجيله link يخش على link يلاقي نفسه فين على notebook يشوف بقى اتفر ماشي ده كده item level sharing وعكس تمام في حاجة تقريبا في preview دلوقتي اللي هي ال احنا نتكلم على item item notebook كذا data flow data بقى اللي هي one league لها برضو لها صحاب برضو ديها rules عايزة تسكن ماشي نفس الكلام خلاص اهو permissions بقى read write reshare execute كلام ده كله الرولز دي تقدر تعرفها وتسكنها وعلى حسب الprivilages بقى الرول دي تقدر تتعامل في one league ده data بقى دي كده هم بتكلم في data level مش على item level حال اهو شوف عندك شوية tables folders تقدر تشاير فايلات معينة في league house او tables معينة في league house صح بتشاير sub folder او تمام او بتشاير table في delta نفس الكلام read write بقى و execute وكلام دي اه يعني ما شاء الله ما شاء الله ده الحاجات دي نتفقد نشوفها كده ونقول ايه نقول ربنا يا عين اللي عيامل الكلام دي ولذلك دي كانت مهم جدا ان احنا نشوف حل في الadministration انت لو انت شغال في حاجة دايما حتيجي حد يسألك يقولك انت ايه اللي بتكراه في الشوالاتك هيقولك والله اي حاجة administration انا انا اقول حاجة في الحتة دي يعني فانا افاكر لما كنا بدبني البيج دي بلاتفورم زمان يعني على هدوب كان اكبر مشكلة بتقابلنا هي فكرة تزينا permissions على data بلاتفورم في الاخر يعني data warehouse اضع للمت على column على level على table كل الكلام ده لكن في بيج داتفورم كان موضوع معانايا حتى ranger لما نزل وعن نعم commit script commit token موضوع معانايا فاعتقد يعني برضا بحوال هذه الصورة فين الكلام ده لو انت مش data warehouse وانت تبني big data platform والdata distributed فكرة انك تعمل government security تعمل permissions تعمل كل الكلام ده هي دي الطول اللي بتسهل الكلام ده صح كده مزبوط مثل الملك الدنيا وبتحاول على قد ما تقدر define green يعني تعرف rules كتيرة بحيث هي حاجة صعبة نقسمها على بعض يعني فهم يا اما نخلي حد دي كي تدليها يعني حاجة من الاثنين يعني واحد اصلاً اما بقول لك لما انا بعمل شغل وجنبه admin تيجي تسألني يا كريم انت قتل حكا تكررها يا ولك administration اللي هي اي اي حاجة administration حساسها administration يعني جنب شغلي في وقت واحد بقى ممكن يبقى fine جدا هو يعمل administration دي بس فاحنا بنديلك بقى الكلام ده يعني هما بيدوا الكلام شحنا هما بيدوا فابريك بيحاول يدي الكلام ده ان هو يبدي options وreach على الموضوع ده بحيس ان انت تقدر تسهل الحياة في administration واحنا بدأنا بالadministration يمكن ده الجزء الصعب وحان الوقت بقى ان احنا نلعب بقى ايه رأيك نعملها الحلقة اللي جاية اه يعني انت هنبصر حلقة جاية الحلقة دي بعدة الساعة فتعال نعمل حلقة تانية طيب يعني الحلقة دي كده اخذنا يعني لفة في ال UI في ال rules في documentation الحلقة جاية نشوفه impact اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم وبركاته وعليكم السلام اشتركوا في القناة